السادة قادرة جمعية الاهلية لسوق العمل وكذلك خادات جهاز تدمية المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة المتوسطة الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والإيق السادة لا though تلال تجرطي معهم اكتر من عشر سنين انا بنتكلم عن يمكن فيه تبع وزارة الفطران اكتر من حضرة التعليم تالي اكتر من عرفين جمعية جمعية دي مستها واختصاصاتها اللي فعلا فادت وده مشابة اجتماعية فعالية في التعليم المستوى هي خروج الاولاد من داعي العدادية للتعليم الفني التعليم الفني الحقيقي يمكن دي تجربة مختلفة كل الناس بتتخرج برضو من دبلون صلايع عايز يطلع على اي مكان عشان يعرف شيء ممكن بيضع الدراسة دراسة اكترمية فيها ارى ورش بسيطة ورش لكن تجربة التعليم المستوى خارع على ارض الواقع حاجة من الحاجات الممتازة اللي اتعملت في محافظة الدقالية مش عارف يا ما اتكررها على مستوى كلمورية ولا لا منين في المية من الناس اللي بتقلع من التعليمية اللي بترشاها لبعض الشركات في منهم اولاد امور بيحسوا بالاولاد والاولاد جايين فعلا بيتعليمها دولا فعلا بعد ثلاث سنين بيكونوا تكنيشا كويس وخاصة انا جاوز طمار للتلات سنين بدون غياب بدونك بيطلع تكنيشا انا بمسك فيه وعيز اقول في الحقيقة لولا المجموعات دية كان زمان بعض الشركات من الالكترو ميكانيكا بالزاد كان ممكن لان هي بسنة الحياة كلما لوحي تكنيشا بيكبر وبيبقى عنده خبرات عايزة اطلع ان هوا ميكونش يدى موظف على طول بيطلع ربنا بيرزقك بقى حاجة صغيرة فبتكبر صي اي حد مننا كان موجود بلع بحياته فجولة اللي احنا بالمصطلح الفناحي بنفرخ من خلال المدرسة دي كان بعض شركات مدرسة لانه هو رأس مننا بصرف النظر عن الجهات الإدارية والمحاسبية بدون تكنيشا في هذا المجال اعمال الفنية اللي بتمس في سواء في المشاريع او في المنازل عم بساعدتكم كان زمان الشركات دي كانت تقلصة ومكانش تتصر بهذا المستوى ودي سنة الحياة يخرج خمسة بتدخل مكانهم خمسة ثانين طولا بيقعدوا انا لسه يمكن نتخرج السنة دي اخر سنة لهم ولولا الجنب يتكلمون عايزين بقى يبدأوا يتعينوا وتعينوا نقص حاجة في المنظومة دي اشتباط فعنة من الانعام الاو الفني بالشركة ارتباط حكومي يعني من تكنينات من حاجة لان المشكلة حاليا ان ما فيش عاجة تركه الموظف بالشركة بيسيبت النهاردة بيتركة لالهار ممكن ما بتقابوش وقراء انا مش جاهز نهاردة بيعادوا من ثلاثة خلاص ما عندش بتشوفوا ما فيش عاجة رابطار ولا رابطار ولا هوا رابطار ولا رابطار ديه بالجديدة النهارة المرضامة الارتبال بجهاز تلمية المشروعات اللي برضو كتعملت معا من خلال عشر سنوات سابقة بجهاز تلمية المشروعات قدامنا فرصة للشباب ان يجرب هو يمكن بيقوله لا ده بيطلع باتفاما على الارض الواقع بيعمل مسامة ميدانية بيطلع فلوس المشاريع بيشارك وفيه مشاريع كتير اعرافها تمت على اليدهاز بيساعد في الحاجات الادارية والمهنية لإستخراج الترافيس والكلام ده طب بيساعد عنده كده سريعا بيتساعد فاما على استخراج البطار الترافيس وترافيس وحاجة على عرض الارض من اول خمس تلافينية لحاجة اعطاب الاتنون مليون من المشاريع الصراعات دي من الحاجات اللي احنا فعلا بنجتمع عليها بنجتمع ما بيتعملش فيها الشروع اعلامي او حاجة ده فعلا حاجة مربوطة على ارض الواقع وحكاية تلتمائة وخمسين مستر محمد انا شايفها بالنسبة يمكن عشان مخصصة لمهة محددة ومكان محدد فده شيء كويس وتجربة كويسة ما تتكرر وخاصة في جهات مانحها بتساعد على هذا الموضوع فيما كوكبير بيتعمل للجماهية والجهاز نتمنى في نهاية المطار ان يجبوا تلتمائة وخمسين دولار متوصفين في اماكن كويسة وفعلا يجبوا في المرحلة الجاية لعملوا نزوزك محاكاة وتجربة حقيقية على ارض الواقع مش عايز اطول عليكم لكن كل سنو طيبين ولكم من كل الاخترام والتقدير ونصركم دايما على خير شكرا شكرا بنشكر المهندس رضا على الكلمة المعبرة عن الواقع اللي احنا عايشينه ويا رب ان شاء الله اللي حركنا تمنانا نحققه في الفترة الحقيقة احنا مفروض دلوقتي نبقى مع كلمة اللجنة المجتمعية والمهندس اللي صوت هو رئيس اللجنة المجتمعية ولكن الارتباطه مع معايي الوزير المحافظ باحد الفتاحات الدكتور حسام الهلالي امين عن اللجنة هو ان هيقول الكلمة نيابة عنه فليتفضل بالصعب بالصعب انك تتكلم بعض قوامات زي دي فانا هحاول تسرحوني ترأيين هاخروا كده يعني حاجة بس صعب علي ان انا اتكلم بعد اخويا بشانس ريضة وقوني الناس اللي موجودة فعسروني يا جماعة خدوني بقى ايه واحدة واحدة كده من الصعب اولا تحية كبيرة لججاجة التربية والتعليم يعني ريتس افهم سقفة كبيرة لان الناس دي بشرفها وان او ريتس تحية كبيرة لججاجة اولا انا اخوكم حسين من الهلالي بتشرف ان انا اكون قدام حضراتكم قوامات كبيرة جدا من التربية والتعليم يعني اذا ممكن ان انا هتكلم ببساطة قملي وسنقولي بقى انه مش هبقى شاطر زي الشافعي وشاطر زي كل الناس اللي كانوا موجودين فرا هحاول كده ان انا ايه اتكلم براحي هوا هاخد كلمات بسيطة كده تصادقها هوا فيه مشكلة فيه مشكلة صح المشكلة فيه في شابير شابير في مجتمع في راع في بينا في توزياء في توزياء في سوق توزياء في ثقافة صح كده فيه مشكلة والحقيقة ان احنا كلها حاسين بها انا شايف ان احنا كلها حاسين بها انا شايف ان احنا حاسين بالمشكلة بدليل ان الناس اللي قدامي الوقتي بتقول لي فيه مشكلة ما بينقصين يعني اسمحوا لي يعني اسمحوا لي ان انا بكلم اخواتي الكبار والاباتنا الوقتي ما بينقصين يعني فيه مشكلة حقيقية والمشكلة دي بتمس اخطر حاجة في المجتمع هوا مين يا جماعة شباب شباب ومدوني الشباب دوني وابنك وابنك اخوي اخواتي وابنك اخطر حاجة في المجتمع احنا بنقص في البيت ونقولي ان هيصبني ولا يصيد ببني صح كده؟ المشكلة كبيرة بس ما بينقصين هي موروث ثقافي او موروث قديم احنا بنعلمنا البطار خطر بيهدد الدولة احساسنا بالمشكلة في الجامعية كان لازم يكون في دور واضح اه وهو اللجنة المجتمعية وبعدين اعمل سان اه لما جينا نفكر في اللجنة المجتمعية دي انا فاكر جويس لما انتشوا عند استوفيه والانتشوا عند استرده وصروا بيه ومحمد الشافعي وكل القيادات الجميلة لما كانوا في المنطق بيفقروا عشان يشكلوا اللجنة المجتمعية قال لك استهلا احنا هنختار اللجنة المجتمعية من ناس من الشارع ايه؟ ناس حاسة بالشارع ايه؟ ناس كلا والناس ما تتبليش حد في حتة داك ما انت عشان تحط رؤية واضحة لابد تكون عندك المشكلة ونعرف قريبة من المشكلة دي فكان هنا اختيار فريق عمل قوي كده اللي بيمثله صوت بيه اللي بيمثله رضا بيه وعندس الرب الشافعي اللي بيمثله اللي هو جمال عبد الزاهر وعاده مجلس الشورة اللي بتمثله الدكتورة ولاع وعاده مجلس النواب واللي حنستفيد منها باخبارات كتير واللي بيمثله الدكتور جون جون زاكي وقال دي الراجل ده فعلا هو زاكي وعن قدرة جريبة كده وغوية جده ان هو يلاحق الشباب بلغة هم قال اوه هي التكنولوجيا والعلوم الجديدة والسوشيال ميديا واخيانكم حسين الهلي تعالوا في اللجنة المختبعية ايه؟ حاستوكي انا هحاول انا ما اطورش عليك والله اوعدكم ده ما بحبش كلام كتير بس انا حاست اعرفكم اللاجنة المجتمعية دي في راح فيه ويوسف بيه طبعا على رقص المنظومة تحياتي لحضرتك تحياتي باكتلك في الله وكل ناس المببودة انا انا اناس بكترحنا كل ناس اللي مببودة والمورينا ريما. فانا ياسف لو انا ما قدش اسمك سمحوه والله. طيب. عايز تقولي. انا عايز اقولي دي الشباب بجان. كان هو قدامنا. قدام عينينا. اللازمة المجتمعية كان عندها رسالة وايميل واضح بالتعاون مع الجهز وبالتعاون مع الدولة. عشان تقولي شباب تدعينا. انت عايزي. احنا عندنا جاب واضح ما بيننا تقترفوا معي الدولة ما تقترفوش. ما بيننا ما بيني الشباب. تقترفوا معي? انتم معي يا جماعة عم في كلام بل بيننا ما بيني الولادة. او الشباب? اه. الشباب محتاج قضوة. الشباب محتاج رؤية. الشباب محتاج احتواء. وكدام محتاج تدريب. وكمان محتاج تأهيل. ومحتاج فرصة عمل. دور ما هينا في اللاجمة المجتمعية ان نعمل دراسة قوية لحتياجات الشباب. وحشان نعمل دراسة قوية كان فيه مجموعة من اللقاءات اللاجمة المجتمعية كانت بتقوم بيها. وبشكل تطوعي. وبشكل خدمي. الموروس الثقافي اللي هو البطولة اللي بنعاني منه من سنين. جيل ود والدوري من الدولة والرئيس والجمعية والمجتمع المابني. وماجلس النوار وماجلس الشورى. الموربين قصير التربية والتعليم. ايه? والتربية والتعليم. هرجع كمان مزارة الشباب. وكمان الاعلاميين الموجودين اللي بيضطوا الحدث. وبينجدوا الصورة دي للمجتمع. مش هننجح لوحيدنا. مش هننجح لوحيدنا. لابد نحط جدينا في البعض. لابد نحط جدينا في البعض. الشباب محتاج ان احنا نحتوي. احنا عندنا رؤية واضحة جدا. احنا كلنا. نحتاج. ستحاول اقرب لكم اكدر عشان انا بجد ما اقول لكم. لابد نتهي كلها وندوع على احتياجات الشباب الحقيقية. اللي هو دايما دايما حاسس ان هو لوحده. الشاب حاسس ان هو لوحده. وعشان كده لما بياخد قرار بياخد قرار لوحده. وانت بتبقى شايفه. وعارف ان هو ممكن ينروف قريبه واحده. او يسيب البلد. هو وتلعيش هو. هو كان حد يساعدني. هو كان حد يفكر فيه. لابد ان ووقتنا الجاية نحن التحدي والخطر ده جي الوقت ان الدولة تواجه في الخطر ده. جي الوقت ان الجامعية تقول كلمتها. جي الوقت ان الجهاز يقول كلمتها. جي الوقت ان البرنامال والشورة والترفيه وتعليم وكل جهاز الدولة. ده جي الوقت. ده جي الوقت. ده جي الوقت. والجهاز المعنية التدعم. الشباب هو رقص ميل المجتمع. هو رقص ميل للبندي. هي الصبوة الحقيقية للبندي. انتم معارش? الدولة عندكم ايه? لازم ننجح مع بعض ونوصل لبر الامان. اللي هم الشبابي. مش عايزة تقول عليكم? اللجنة المجتمعية موجودة. موجودة بالقوة. وعندي طماعة وإيمان ان التابعة والتعليم. هتقوم بدورها والزيادة. والزيادة. تحت الزيادة دي يا ريز كتير. عايزين? عايزين خضرات? عايزين امكانيات التربية والتعليم؟ موجودة. معانا. صح كده رفهم ايه? مش حسنا لي. سبحوني اللي اطورت عليكم. بس حبيتك الحسام. شاب ضمن الشباب. اللي بيقول بحقيقة. حضراتكم حسنا. وشايفنا. مؤمنين بيها. وكممثل عن اللجنة المجتمعية. قوامات كبيرة انا بتعلم منه. تحياتي لكم. وسبحوني اللي اطورت عليكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة